سيد عادل نحن بالتأكيد ضمن ائتلاف إدارة الدولة نحن شاركنا في تشكيل هذه الحكومة وكنا مشاركين فعاليين وأنقذنا النظام السياسي في العراق من أزمة حقيقية وبالتالي هذه الأطراف مسؤولة على اتفاقات تم التوقيع عليها وبالتالي نحن نعلم بأن هناك دوافع سياسية لبعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي للتأثير على إقليم كردستان سواء من خلال المحكمة الاتحادية من خلال الضغط في عدم تطبيق قانون الموازنة من خلال حتى الضربات التي تلقاها الإقليم وبالتالي هم مسؤولون على ما تم الاتفاق عليه وعليهم أن يتحركوا بوفق هذا الاتجاه لإنقاذ العملية السياسية